السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ازيكم عاملين ايه يا رب بكونوا كثير النهاردة جاي لكم بقى وصفة كده من الاخر وصفة للشعر و للبشرة يعني الاتنين مع بعض ميكس كده مع بعض نستخدمها للشعر و بالنسبة سواء للشعر او للبشرة رهيبة مع الاتنين وحاجة كده بلاش حاجة كده من عندنا ايه هي شوية رز و كباية ماء بس كده الوصفة جي اسمه ايه وصفة الماء الرز المخمر اعملوا سرش كده عليه على جوجل و شوفوا فواهدها قد ايه فواهدها رهيبة جدا للشعر في تطويله ول البشرة في تنقية البشرة و توحيد لون البشرة هنبتدي كده مع بعض نشوف زي ما احنا شايفين كده مفيش ابسط من كده في المكونات شوية رز جبتهم من عندي غسلتهم حوالي نص كباية كده غسلتهم كويس جدا و سبتهم ينشوفوا شوية و ايه و كباية ميا هاخد بقى هنا هي بقى اسمها ايه ماء ماء الرز المخمر يعني ايه ان انا هضيف الميا هضيفها على الرز واسبها تخمر مع بعضه ايه كده هنضيف كده الميا على الرز كده واسبها مع بعضها حوالي ليلة كاملة كده في المطبخ ايه بدرجة حرارة الغرفة مش هحطها في تلاجة ولا حاجه اسبها كده بدرجة حرارة الغرفة تتخمر شوية الميا دي ممكن ايه هبصها ايها لو مسلا بالليل لقيتها ان هي شربت شوية من الميا هتفلها ايه كاس ميا تاني و كده بس هي كده واسبها لتاني يوم هغطيها كويس و زا ما اتفقنا نسيبها في درجة حرارة الغرفة لغاية ايه بكرا ان شاء الله هنشوف مع بعضها هيبقى شكلها عامل ازاي ودلوقتي احنا خلاص سبناها ليه لابحالها كده مع نفسها لغاية اما خمرت لما خمرت بقى بص الشكلها عامل ازاي بص الميا اهي ده النشا اللي انا عايزها اللي هيعمل لي ايه الفوائي اللي هيخد فوائده كلها نزلت اهيه ودلوقتي هنصفيها ونشوفها ما بعدها هنعمل ايه ودلوقتي انا فضيتها في برطمان نظيف على اساس ان انا احفظها بعد كده في التلاجة واغطيها وحفظها في التلاجة انا دلوقتي هيخد منها عندي هنا لالهي بتاعت اللي سبري دي ان انا افضي في اللي فيها الرشاش كده افضي فيها وهاجي كل يوم امسك شعري بالنسبة الاول للشعر انا خلاص فضيتها في الليها اللي سبري دي وهاجي بعد كده امسك شعري واعمل الاول زي تدليج كده بايدايا في شعري علشان اجري الدورة الدموية ونشطها عشان تستقبل اي حاجة ان انا ايه احطها على شعري بعد كده بعد اما بعمل التدليج لفروة الشعر وللشعر وفروة الراس بروح مسكة للسبرين وارشي على شعري كله امسك شعري كده وارش عليه كله هنتفرج بعد كده ندوم على كده ومش بيأثر خلاص على الشعر وحنا زي ما اتفقنا قبل كده ان اي وصفة هنعملها لو ما فدتنيش مش هخليها تدريني انا بعمل الوصفات كلها طبيعية حتى لو ما فدتش معي مش هتدريني وهمسك شعري كله ان انا ارشه كده وبعد كده هدومي على كده وتفرجي على جمال شعرك وعلى لمعانه وعلى ان هي بعد شهر بتبصي تلاقي شعرك طوال زي كم سنتي مع المدومة مع المدومة بعد ثلاث شهور ان شاء الله بإذن الله تفرجي شعرك يبقى قد ايه وحاجة كده مفاش حاجة ان انا كل يوم انا بسرح شعري كده اروح مسكة وراح رشع شعري كله عامل التدليج وراح رشع شعري كله ده كده بالنسبة لايه للشعر طب بالنسبة للبشرة نفس الحكاية هاخد وانرش كده على وشي كده بعمل زيتونر كده على وشي قبل ما حط اي حاجة وايه هتفرج على جمال بشرتي بعد كده لاني زي ما احنا قلنا ان هو بيصلى حيوب البشرة وبيقلل التجاعد من البشرة وبينقل البشرة وغير كده بيوحدي لون البشرة ده ده بالنسبة للبشرة وقلنا للشعر ان هو بيمنع بيتول الشعر معجزة لتطويل الشعر وهتجربه ان شاء الله وهتشوفه النتيجة وان هو بيمنع التساقط وبيمنع التقصف للشعر وبيدي كده للشعر بيخليه صحي كده بيديله اللمعين بتاعه اخر حاجة بها قبل ما اختم احنا هنحتفظ بالباقي ونلاف برطة ما نجيف زي كده ونغطيه كويس لا امتا في ازازة زي كده انا جايبها ان انا احتفظ بيها واخد اللي على اخد علاقات دي كده في الاسبري والباقي اخشله في الازازة دي هنحتفظ بيه في التلاجة ويا رب يكون الفيديو افادكو بجد جربوه مش هتندمو رهيب جدا للشعر او للبشرة انا قلت ان انا اجيب لكم الاتنين مع بعض لان هو رهيب اعملوا سرش كده على جوجل على مية الرز المخمر واشوفوا فوايدها قد ايه اتمنى الفيديو يكون عجبكو لو الفيديو عجبكو ما تبخلوش علي باللايك والاشتراك في القناة في حفظ الله سلام عليكم